ازايكو عاملين ايه يا رب اكونوا بخير الفيديو انا مجمع فيه معلومات عن عربية المعربات القوية جدا اللي عملتها بي ام واللي معلمة في تاريخ بي ام وهي اي سيرتي ناين او اي تسعة وتلاتين بالاخص او تحديدا الجيل الرابع الفئة الخامسة والجيل الرابع ده كان انتاجه من سنة ستة وتسعين واستمر لحد الفين وتلاتة مش عايزة اقول عليكو انا جمعت المميزات والعيوب بتاعة العربية والمحرك ومواصفات المحرك ومواصفات العربية وكمان متوسط استهلاك البنزين يلا بينا نبدأ طول العربية اربعة متر تمنمية وخمسة عدة طول العربية ونصية عربية كبيرة يعني اما العرض فمتر وتمنمية والارتفاع متر ربعمية واربعين قاعدة العجلات اتنين متر تمنمية وخمسين وزن العربية الف خمسمية وخمسة كيلو جروم التنك بتاعها او خزان الوقود يعني مساحته سبعين لتر ليها محركات كثير بس انا هتكلم عن المحرك المنتشر اكتر عندنا في مصر وهو الالفين وخمسمية سي سي اللي بقوة 180 حصان تقريبا بيتصارع من سفر لمية كيلو متر في عشر ثواني فاصل ستة وبيوصل لسرعة كسوى 210 كيلو متر في الساعة متوسط استهلاك البنزين للمحرك ده داخل المدينة 13 لتر فاصل 7 لكل 100 كيلو متر وعلى الطرق السريعة بيستهلك 7 لتر فاصل 4 برضو لكل 100 كيلو متر المحرك ده متوسط بناء الحركة خمس سرعات اوتوماتيك وعزم المطور 245 نيوتين متر العزم في نفس المحرك بس باتنين كامر وده بيطلع قوة حصانية اكبر بتوصل ل190 حصان وده اسمه دابل فينوس وفيه بقى الامو فايف الامو فايف بقى النسخة الرياضية دي معاك بقى فيه لحد 500 حصان المحركات وفيه ناس بتخليها بتبع عادية وبتحولها الامو فايف طيب نتكلم عن المميزات العربية سبتها رهيب سبتة جدا على السرعات العالية عالية يعني مش سرعات مش مية وعشرين وكام ده لا لا اطلع باكتر من كده الكراسي مريحة نظام طرفيهي صاجها قوي واسعة من الداخل الفتيس ثالث جدا في النقلات عربية اسرة من الدرجة الاولى ندخل على العيوب بص بقى العفشة بتاعتها سيانتها عايزة سيانة بشكل مستمر وده لان العفشة الامونيوم والعفشة ميزتها انها يعني الامونيوم فالعفشة خفيفة ولكن يعني ده من ضمن مميزات العفشة دي انها خفيفة ولكن فيه عيبت نفس الوقت وهي بتحتاج اهتمام وصيانة دايما كمان فيه شكوى كان منها بس مش كتير عشان اكون واضح وهي خاصة بنظام الكهرباء ده الاكتر العيوب المعروفة عنها لو فيه حد مع العربية دي وفيه عيوب يقدر يضيفها في الكومنت يا ريت يكون اكون شكل ليه جدا عشان الكل يستفيد هقول رأيي العربية محترمة قوي بس بتحتاج مصاريف يعني العربية دي اللي يركبها لازم يكون قادر على مصاريفها يكون امكانياته المادية كويسة عربية امان جدا والاداء بتاعها كويس ولو حضرتك هتشتري العربية دي حاول تجيب المحرك اللي هو الاتنين كاما اللي هو الدابل فينوس لان ده هيفرق جدا فيه اداء العربية كمان بحس ان شكلها ليه هبة يعني بيبنى على شكلها كده بيديك احساس القوة تحس انها عربيت شاب وتبقى كمان عربيت رجل اعمال فيه ناس بتعدل فيها فيه شباب بتعدل فيها وتخليها شكلها ريادي اكتر بتعدل البادي من برا وتخليها شكلها سبورتس ويعني بيتعمل فيها شغل كتير زي ما انتم هتشوفوا في الصور اللي انا بعرضها سعر العربية دي تقريبا حوالي 400 الف جنيه الرقم ده ممكن يزيد طبعا في حالة ان الموديل بيفرق والحالة الطاعة العربية بتفرق دي كانت نابزة سريعة جدا واتمنى ان الفيديو يكون فاتكو شكرا اوليكم مع السلام